تكون فيها محاسبة واسترداد للمال العام فأي حديث عن مكافحة الفساد هذا عبث لم يدخر جهداً لإظهار نفسه محارباً للفساد في العراق راسماً صورة مثالية لنفسه ولحكومته صورة تزعم أن العراق منذ تشكيل هذه الحكومة قد خرج من عنق الزجاجة وانطلق ليصلح ما أفسدته الحكومات السابقة طوال عشرين سنة مضت منذ الغزو الأمريكي غير أن نظرة فاحصة على الأوضاع في العراق تكذب كل ذلك فالفساد الذي تغنى رئيس الوزراء الحالي حمد شيع السوداني لمحاربته متغلغل في كل مفاصل الدولة وإن كان في حديث السوداني شيء واقعي فهو حديثه عن الرعاية الحكومية للفساد والفسدين سرقت القرن هذا اللي انتشرت وسمعت به هذه الضمانات ضريبية سرقت بمقدار 3 تريليون 700 مليار دينار هذا فيها حماية فيها اغطاء رسمي رسمي حكومي وعلى الرغم من حديث السوداني عن عدم وجود خطوط حمر في محاربة الفساد فإن القباءة أطلق سراح المتهم الأول في سرقة القرن مقابل إعادته نحو تريليون دينار عراقي بينما المبلغ المسروق يبلغ 3 تريليونات و700 مليار دينار بحسب تصريحات السوداني الأمر الذي يعكس قدرا كبيرا من خضوع الدولة للفسدين ويعكس كذلك زيف شعارات محاربة الفساد التي أطلقها السوداني ولم ينس السوداني في أثناء حديثه الصراع بين الإطار التنسيقي وخصومه السياسيين فاستغل الحديث عن الفساد ومحاربته لتبرئة ساحة الإطار من الفساد واستثناء بعض الأفراد فقط بالاتهام مؤكدا أن التعميم يستهدف تحقيق مصالح بعض الجهات أكو في التعميم بالفساد أكو من يوجه الفساد لكل الطبقة السياسية لكل الحكومات لكل من اشترك بالعملية السياسية وهذا خلط هذا غير دقيق خلط مقصود خلط على تضيع الأمور أحسنت هذا يراد منه كل الناس فاسد كل الناس فاسد والقسم يراد منه حتى الكل يصاب باليأس والقنوط وتترك الساحة لطفقه محدد هي دائرة مفرغة يدور فيها العراقيون منذ عشرين سنة حكومة تزعم قدرتها على تحقيق الحياة الكريمة ورفاهية للشعب وتطلق الوعود بمحاربة الفساد من دون أي خطوط حمر ثم تذهب وتأتي حكومة أخرى تكشف عن فساد سابقتها وهكذا من دون أن يزداد لدى العراقيين إلا نسبة الفقر والبطالة والغضب الذي بات ينذر بثورة كبرى تقتلع نظام المحاصصة والفساد من جذوره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة